اهلا بكم احبة الصغار درسنا لهذا اليوم من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالثة ابتدائي درسنا في مجال وقاية من الاخطار درس من تعبير الكتاب بعنوان ابين قانون السير اذا صفحة 93 لنبدأ على بركة الله اخطط للكتابة رأيت ان بعض الاطفال لا يحترمون قانون السير يعرضون حياتهم للخطر فقررت ان انصحهم وابين لهم قانون السير اذا الموضوع دي انك يتكلم على بعض الاطفال الذين لا يحترمون قانون السير يعرضون حياتهم للخطر وسوف نقوم بنصحهم ويعني اظهار لهم اهمية قانون السير اذا اخططوا لموضوعي اذا اخططوا لموضوعي ولاحظوا الخططة اذا الخططة يقول لنا واحد البداية هناك الحدث وكذلك النتيجة وهنا النصيحة اذا انتقلوا لتانيا لاحظوا مشاهد كل حكاية والسعين بالخططة ثم اعبر شفهيا عن كل حكاية اذا الحكاية الاولى لاحظوا معي سنقوم بسرد واحد الحكاية من الخيال دينا ونحاولوا ما امكن نستيعانا بهذه الصورتين اذا الحكاية الاولى سنحترموا البداية والحدث والنتيجة والناصحة يعني سنحترموا هذه الخططة اللي اعطونا في الاول اذا حكاية رقم واحد اذا في الصباح غادرنا المدرسة عائدين الى المنزل وبينما نحن على الرصيف ننتظر الاشارة الخضراء رأيت صديقي دا رأيت صديقي يعبر طريقة دون الانتباه الى اشارة المرور وفجأة ماذا سمعنا فجأة سمعنا منبه السيارة تبعته ماذا صرخة يعني سرخة صديقي تبعتها سرخة صديقي اسرعت اليه فوجدته مرميا على الارض وجروحه تنزف طلب صاحب السيارة الاسعافة فجاءت بسرعة وحملته الى اقرب مستشفى واثناء عودتي قلت لصديقاتي هذه اذا نصحة هذه عاقبة من لم يحترم قانون السيري فرجاء يحترم قانون السيري اذا ننتقل الحكاية اثنان اذا هنا نلاحظ ان هنا فتاة تقطع او لا تعبر تعبر الطريق ان هناك فتاة تعبر الطريق وهنا نلاحظ ان صدمتها دراجة نارية اذا نحاول ما امكن ندير واحد الحكاية اللي تكون فيها البداية والحدث والنتيجة وكذلك النصحة اذا في المساء مثلا في المساء غادرنا انا وامي المنزل داهبين الى التسوق وبينما نحن على الرصيف ننتظر الاشارة الخضراء رأيت فتاة صغيرة تعبر الطريق دون الانتباه الى ماذا الى اشارات المرور وفجأة اذا هنا فجأة الحدث هنا فجأة سمعنا صوت دراجة النارية اذا تبعتها صرخة الفتاة الصغيرة اذا هرعنا مسرعين اليها فوجدناها اذا نتيجة وجدناها ماذا تنزف من رجلها يعني تنزف الدم من رجلها اذا فوجدناها تنزف الدم من رجلها طلب صاحب الدراجة النارية الاسعافة وخلال بضعة لحظات اتت بسرعة فحملتها الى اقرب مستشفى وفي الطريق قالت لامي انتقل النصحة قالت لامي هذه عاقبة من لم يحسر من القانون السير فرجاء ان يبنتي انتبه جيدا عند عبورك الطريق اذا على هذا الشكل ستكون الحكاية الثانية اذا انطلقوا الحكاية رقم ثلاثة اذا اليوم عطلة نهاية الاسبوع فقررنا انا واصدقائي التوجه الى المنتزه اذا وبينما نحن نقف على الرصيف ننتظر اشارة المرور رأيت طفلا يركب دراجته في الاتجاه المعاكس للسيارات مبتعدا عن ممر الدراجات فجأة سمعنا صوت منبه السيارة وتبعته صرخة قوية وبعد ذلك رأيناه مرميا على الارض مصابا بعدة جروح ودراجته محطمة الى اشلاء طلب صاحب السيارة الاسعافة فنقلته على الفور الى اقرب مستشفى واثناء عودتي قلت لأصدقائي هذه عاقبة التهور في الطريق فارجوكم احترموا قانون السير اذا ثالثا اختار حكاية واكتب جملة او جملتين عن كل مشهد ثم اربط بين هذه الجمل اذا احنا سبقنا خدمنا الحكاية كل حكاية خدمنا الحكاية بتلاتة وكتبنا الجمل هذه تحاولوا ما امكان انتم تكتبوهم لان هذا السؤال الثالث تقريبا خدمنا في الثاني يعني في الثاني خدمنا هنا في الأول تلبو غير شفاويا اما هنا سيجعلوه كتابيا اذا نتمنى لكم يكون الفيديو فيهم ونتمنى لكم دائما التوفيق وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله